نعم زرستي تركية وكان يعني الحالة لما تجيب إنسانة تركية طبعا إنسانة غير كويتية داخل الكويت وتشوف المجتمع يكون في بالها طبعا إن الكويت دستور ومؤسسات وتشوف مجلس الأمة هنا تقول إنه خلاص يعني التعامل كله رح يكون عن طريقة دستور لكن الموقف اللي صاير عندنا هنا في الكويت إنه يحتاج مراجعة يعني طبعا في فرق كبير جدا أنا اتزوجت في تركيا وكان زواج مدني بحت فالمرأة لها حقوق مساوية للرجل تماما في تركيا وهذا ما يضايقني يعني كرجل بالعكس إن واحد يبي يكون هناك في نوع من التوازن في الحياة الأسرية فهني في الكويت طبعا ما في عندنا موافقة هذه يعني خلنقول لحين إذا أنا عندي بنت إذا أنا كنت غير كويتي وعندي بنت وهذه كويتية ما تقدر تعطي بنتها أي جنسية أو حقوق مثلا للمعيشة في نفس الدولة هناك في تركيا لا ما عندهم هالموضوع هذا الرجل البنت عندهم نفس الفكرة هذه يسمى حياة حياة كل متابعين يعرفونها في السوشال ميديا تتكلم كويتي وإنجليزي وتركي طبعا نحن نتمنى لمستقبل حق الجميع أن يعيش حياة كريمة وحياة فيها نمط حياة وهم يختارونها مثل ما قاعدت تشوفيني في الكويتين ترى مو ثقافة وحدة يعني وكلمة ثقافة وموروث هذا كلام كله فاضي وأكل عليه الدهر والشرب يعني نحن نحن كل عائلة لها نمط حياة مختلف وإحنا بس نبي نتعايش هذا أهم شيء أن يكون فيه تعايش وأن الدستور هو اللي يكفلنا هذا التعايش وفيه مواد بالدستور تكفل التعايش وحرية الاعتقاد وحرية الرأي فإحنا ما رح نترك هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر